اليوم ضمن برنامجنا الصباحي رح نتطرق لقانون العمل رقم 17 عام 2010 الخاص بالعاملين والذي ينظم علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل بجميع القطاعات والذي أيضا يحدد حقوق وواجبات كل طرف فيه مزايا القانون وكيف يطبق أسئلة رح جاوبنا عليها الأستاذ المحامية وسامر ريحا وجل بسعاد صباحك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يا صباح النور أهلا وسهلا أستاذ يعني خلينا بالبداية نتعرف على هالقانون وعلى من تطبق أحكام قانون 17 تماما في الحقيقة القانون جاء لينظم علاقات العمل علاقات العمل حدد القانون بشكل واضح في قطاعات معينة هي القطاع الخاص القطاع التعاوني الشركات العربية الاتحادية والشركات الأجنبية بالإضافة للقطاع المشترك بشرط غير المشمولين بأحكام القانون الأساتي للعاملين في الدولة القانون جاء واضحا ليقرر حقوق العامل بالحدود الدنيا التي لا يجوز بأي صورة من الأشكال التنازل عنها يعني إذا بتلاحظي حضرتك معي بظل هذا القانون إذا وجد عقد مكتوب ما بين العامل ورب العمل وفق أحكام هذا القانون بالإضافة لميزات أكثر أعطاها للعامل يطبق العقد الفردي ما بين العامل ورب العمل في ظل القانون يعني شو هي مزايا هذا القانون غير أنه بيساهم أنه يضمن حقوق العامل تماما من المزايا الهامة لمنح القانون للعامل المحاكم المدنية لا يجوز المثول إلا بواسطة الوكلاء المحامين أعفى هذا القانون العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو النقابات العمالية من توكيل محامل كما أعفاهم من الرسوم التأمينات الكفالات القضائية بأي مرحلة من مراحل التقادي جعل لهذه المحكمة لقراراتها سفة النفاذ المعجل أيضا جعل لهذه المحكمة الحق في اتخاذ تدابير مؤقتة سواء كانت بكفالة أو بدون كفالة العامل يستطيع في ظل هذا القانون تقديم أي شكوى وتقديم أي طلب معفى من الرسوم مهما كانت نوعها يعني أستاذة في كثير من الشركات والمؤسسات يمكن ما بصير في عقد عمل بينهم وبين الموظفة لهم بهالحالة كيف يستطيع يسبب حقوقه تماما الصحيح أن يوجد عقد مكتوب وأن يكون على ثلاثة نسخ نسختين لكل طرف نسخة لكل طرف من الأطراف في حال كان العامل غير عربي تكون النسخة التي لديه باللغة الأجنبية وتوضع النسخة الثالثة لذا ديوان مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير هذا العقد في حال مثل مطرقة الأستاذة أريج ما في عقد مكتوب شو بيصير بوضع العامل يستطيع العامل إثبات حقوقه بجميع طرق وسائل الإثبات من بينها شهادة الشهود وبنفس المقابل منحها القانون لأرباب العمل إثبات العكس بنفس هذه الطريقة يعني أحيانا نشوف أن جارة العادة ببعض أماكن العمل أنه بتم توقيع العامل على استقالة وبراءة ذمه قبل البدء بالعمل وأنه بيخلص عمله يعني لهذا الشخص بيصير هون في خلاف وما بيكون في عقد واضح كيف هون شو دور هذا القانون بحل الموضوع حقيقة هذا الكلام صحيح للأسف كان ما قبل صدور هذا القانون لكن القانون أوجد حلا وعلاجا لهذه الفقرة الاستقالة ما عاد كانت مثل قبل أنه أوكي بسهولة خلاص بيبرز هذا الموضوع لها شروط معينة أهمها أن يبرز هذا العامل الاستقالة مكتوبة بخط يده ويضعها في ديوان المديري المختصة يكتبه كتابة هنا يعتد بهذه الاستقالة وذهب أيضا القانون معه لأبعد ذل الحالات يستطيع هذا العامل أن يتراجع عن هذه الاستقالة ولمرة واحدة خلال أسبوع من اختار رب العمال للعامل بقبوله لهذه الاستقالة هناك كثير من العمال وقت تتم تسريحهم يضلوا فترة لبين ما يلاقوا شغل تاني هلأ هون المؤسسة التأمينات هي مسؤولة عن تقديم نفقات أعطاء نفقات لهالعامل تماما في حال حدوث هذا النزاع ما بين العامل ورب العمل بالنسبة لموضوع تسريحه أو صرفه عن العمل يلجأ العامل إلى محكمة البداية العمالية هذه المحكمة أجاز لها القانون أن تصرف مقدار قدره خمسين بالمئة من أجره الشهري بشرط أن لا يتجاوز الحد الأدنى لجور مهنته وتكون مدة هذه الصرف هذه النسبة لمدة سنة هنا أيضا المشرع من خلال هذه المادة حث القضاء وحث المحاكم على إنجاز الدعاوي بصورة سريعة كمان عن موضوع تأمين العامل بالتأمينات هل هو واجب وإلزامي من قبل رب العمل للعامل؟ سؤال جميل جدا هذا موضوع مهم جدا للعامل في ظل هذا القانون أصبح من واجبات رب العمل تأمينه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية المختصة وفقا لأحكام المادة 93 الفقرامي وأيضا قانون التأمينات الاجتماعية في أحكام المادة 16 رقم القانون 28 لعامل 2014 أيضا التأمين الزامي للعامل ولرب العمل والعامل لا يلزم بأن يدفع نفقات المؤمن عليه لا يلزم بدفع أي نصيب من النفقات إلا في حالات معينة كمانا في كثير من الشركات والمؤسسات ما نعمل تأمين للموظفين هل هون العامل بيقدر أنه يطالب أنه يتسجل بالتأمينات؟ طبعا هو إلزامي أن يسجل في حال غير كان يسجل يستطيع أن يتقدم بدعوة أمام المحاكم لتسجيله في هذه التأمينات الاجتماعية ويستطيع أيضا أن يسلك السلوك الإداري أمام التأمينات الاجتماعية مباشرة لتسجيله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية حفاظا على حقوقه تمام شو بتضمن له تأمينات الاجتماعية؟ في كثير أشخاص ما بيعرفوا هي شو ممكن تضمن لهم؟ تأمينات الاجتماعية بتضمن له حقوقه لأنه في حقوق معينة خلال كل شهر هو عليه التزامات بيأخذ في نهاية هذه الخدمة المترتبة ما بينه وبين رب العمل هلأ في محاكم مختصة بهذه الدعاوي وخاصة موضوع الطعام؟ تماما تماما المحكمة المختصة في القضايا العمالية هي محكمة في كل عدلية من عدليات الجمهورية العربية السورية يوجد غرفة تصمى بمحكمة البداية المدنية بقرار من وزير العدل أعضاءها خلافا على باقي أعضاء المحاكم المدنية هي من ثلاثة أعضاء علما أن المحاكم المدنية تكون من قادر واحد إنما في بداية العمالية من ثلاثة أعضاء قاد قاد بداية يسميه وزير العدل وهو الرئيس ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي لاتحاد العام لنقابات العمال هو ممثل هنا عن العمال وهو عضو في هذه المحكمة ممثل عن أرباب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة والتجارة والصناعة حسب مقتضى الحال وهو عضو أيضا في هذه المحكمة ما يميز هذه المحكمة هي أنها ثلاثة أعضاء رئيس ومستشارين تحكم هذه المحكمة وفق قانون رقم عشر لعام 2000 وفق أحكام القانون موضوع حلقتنا بالإضافة لمقتضى العقد الفرجي ما بين العامل ورب العمل أحكام هذه المحكمة تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة تحكم مفق قانون أصول المحاكمات المدنية يعني موضوع اليوم بهم كل عامل شرحتنا عنه وخاصة تعرفنا أكثر عن قانون رقم 17 نحن نشكري كثير أستاذة لو وجدك معنا اليوم هالمعلومات اللي أضفتها لصباحنا أهلا وسهلا الأستاذة المحامية ويستامري حاوجة لبشكرا لو وجدك معنا ولا المعلومات اللي قدمت لنا شكرا أهلا وسهلا أمهلا مشاهدينا